السلام عليكم ورحبا بكم في مطبخ وتداب النورة مرحبا بكل المشتركات في الفيديو تعنهار اليومار سنتقاسم معكم طريقتي في تحضير رولي البدنجال سيكون بطريقة سهلة كذلك سيكون بخيزونتال ويجيبنين بالبزاف ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هذا الطبق قبل ما نرى الوصفة تعنهار اليومار لابدنا تنقلكم شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس بالنسبة للأخوات اللي يزوروا لأول مرة القناة أما أنتم مشتركة الوفيات شجعوني بلايك وكذلك تاليق بسم الله على بركة الله بالنسبة لطريقة تحضير هذا البدنجال أول حاجة نبدأ في تحضيرها هنا عندي ثلاثة حباتها بدنجال اللي كنت قطعتها إلى شرائح بالطول شرائح ما تكون شخشين أو ما تكون شرقيقة حوالي 0.5 مليمتر من جهة أخرى عندي هاد سنيوة اللي حنطي فيها هذا البدنجال في الفرن اللي كنت ادهنتها كامل بالزيت نفرش فيها هادوك الشرائح تالبادنجال اللي كنت قطعتها وهنا كذلك كنت سخنت الفرن على درجة حارة 180 درجة بعد ما نفرش كامل هادوك القطعتها تالبادنجال ريح ندهنهم ندهن كامل سطح ديالهم بشوية تالزيت هنا كنت تزوج سنيوة كي ما راكم تشوفوا فيها هادي سنيوة اللولة اللي حنحطها في الفرن نطيب نخلي هادو البدنجال حتى يدبال كامل من الأسفل نطفي عليه الفرن ونشعله من الفوق أما بالنسبة الحشوة اللي حنحشي بها هادو اللي تعبادنجال هنا عندي نفس صدر دجاج ما يكونش كبير بالزافة اللي كنت رحيته نضيف عليه نص حباتها بصل تكون كبيرة أو كذلك تقدو تاخدو حباتها بصل تكون صغيرة والكمية المتبقية ريح نخليها ندر بها على سوس هنا عندي كذلكمية تالي معدنوس نزيد على هاد المعدنوس عندي زوجو مغارف كبارت على شابلور هنا الخبز اليابس المرحي بالنسبة للحم الدجاج تقدو تعوضه باللحم المفروم هنا كذلك ضفت زوجو مغارف كبارت على الزيت النباتي زوجو مغارف كبارت على الماء بالنسبة للزيت النباتي كنت ضفتولي لأني هنا استعملت صدر الدجاج أما إذا استعملتوا اللحم المفروم تقدو تستغنو عليهم عندي كذلك هنا باير حبات على البيض أما الصفار رايح نحتفظ به و رايح نحطه فلاسوس أما بالنسبة للتوابل تبقى على حساب الضغبة ديلكم و على حساب الاختيار تاكم هنا كنت حطيت كمية من الزنجبيل قصبر فلفل أسود كمية تعتوم المرحية اللي تقدر تعوضوها بسنينة ولا تزوج سنينة تعتوم كذلك الملح رايح نعجل و نخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض هنا بالنسبة لهاد الطابق تقدر تعوضو هاد اللحم الصدر الدجاج باللحم المفروم كذلك رايح يجيبنين بالبزاف نحط لها فرقس هادك من جهة ناخد الحبات تا البادنجال الشرائح تا البادنجال اللي كنت طيبتها في الفرن نستفعها كده فوق ورق الطهي نحاول ندير الحبات نهاية الحبات فوق بداية الحباء الثانية هاكده بش يعطيني شكل الشباب و نحاول نحط هاد الشرائح تا البادنجال بهاد الطريقة بعد ما نفذش كامل هادوك الشرائح تا البادنجال يقعدوا لي هادوك الشرائح الصغيرة رايح نحطهم في البلايس اللي حنشوف مخصوصين شوية تا البادنجال نحاول انني نغطي كامل هادك البابي كويسون بهادوك القطع الشرائح تا البادنجال نحط شوية تا الملح كما شتوا معايا لما طيبتوا في الفرن ما دطلوا لا ملح لا في الفلكحل رايح نحط له شوية ملح و شوية في الفلكحل و نحط هادك صدر الدجاج اللي كنت تتبلته بالبصل والمعدنوس و التوابل رايح نحل كمية كامل تا هاد اللحم المفروم هكذا بالملعقة نعاون نروحين دائما رايحا نشمخ الدهر الملعقة في كمية من الماء نحاول نفرش كامل هاد اللحم المفروم كامل هكذا فوق هادك البادنجال نحاول نغطي كامل هادك الطبقات على البادنجال البادنجال نحاول انني نسوي كامل سطح هاد اللحم المفروم و نخليه يكون على سمك واحد من جهة اخرى عندي هاد الشرائح تا هاد الجبن اللي حنفرشها فوق هاد اللحم المفروم بهاد الطريقة نحاول انني منوصل هاش كامل الى طف طف كامل الاخير هادا تا صرحتال اللحم المفروم هنا كان هاد الشرائح china الجبن المفروم كان نخلاصتلي ولهада كنت حطيت شرائح من الجبن الشذر نبدا ندولي فهاد رولي تعباد النجال بهاد الطريقة المحاول اننا ندورو ونعاونو حد دائما بالبابي كويسون هاكده ونحاول نضغط شوية عليه مشي بزاف هاكده بش ياخد الشكل دياله نسحفه بالعقل بالعقل ونعاونه يحب هاد البابي نغلق كامل على هاد دولي تعباز نجال بهاد الطريقة نحاول نضغط شوية على البابي كويسون حاكده بش نعطيله شكل يجي شباب نغلق عليه على الاطراف من جهة اخرى عندي قطعة من البابي آليمينيوم نحاول انني نعطي لها الحجم تا هاد دولي تعباز نجال ريح نحط هاد دولي تعباز نجال داخل قطعة ورق الآليمينيوم نحاول نضغط شوية عليه نغلف كامل هادا كذولي عاكده بهاد الطريقة نغلق في الاطراف وهنا كنت شعلت الفرن على درجة حرارة 180 درجة ريح نخلي هاد دولي نحطه دون زين بلا ريح نخليه يطيف الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة كاملة من جهة اخران ريح نحضر الاسوس لحترافق هاد دولي تعباز نجال هنا فيه تنجرة الضغط غدر تستعملي كذلك ااااا اااااااا او تنجرة عادية حطيت فيها كمية من الزيت حطيت فيها كذلك هاد دولي تعبصر اللي كنت خليتها ريح نقلي هاد الكميه تعبصر لها good af هاد دولي كميه تعزيز حتى يدبال الدول من جهة اخرى هنا عندي علبة تاع الشامبينيون تاع الفطر اللي كنت شللتها منيح من هاداك الماء التاحة باش نتخلص من المواد الحافظة اللي تكون كامل في هاداك الماء رايح نقلي هاد الكمية تاع الشامبينيون مع هاد البصل ودائما نحذك ما نغفلش عليه بعد ما اتقلها هاداك البصل مع الشامبينيون عفوا نبدأ نضيف في التوابل هنا عندي كمية تاع الملح فلفل لكحل قصبر كذلك هاد التابل المهم رايح ننضيفه هو الكركم ليحي يعطيني لون هاد العصص عندي كذلك كمية تاع الزنجابيل بالنسبة للتوابل تبقى على حساب الرغبة تاعكم لكن بالنسبة للتابل الكركم ضروري في هاد الوصفة نقلي منيح هاداك الشامبينيون مع البصل وكذلك التوابل اما بالنسبة للاخوات اللي تحب تتحصل على اون سوس تكون خاطرة بزافة معليها الا لما تقلي هاداك الشامبينيون مع البصل تضيف ملعقة كبيرة من الفارينة ما تكونش مع مرة تخليها تتقلى مع هاداك الشامبينيون والبصل بعد ما تتقلى شوية نبدأ ونمرقو في هاد المرحلة لازم لازم ضروري انك تمرقب لما يكون سخون بعد ما نمرق رايح نغلق على هاد الاصوس ونخليها تطبخ على خاطرها حتى يطيب هاداك الشامبينيون من جهة اخرى بعد مرور ساعة كاملة هنا يا دولي بذنجا اللي كنت حضرت وراه طعب نسحفوا بلاق البلاقل ونحاول نحكمل هاد الاوراق اللي حطيتوا يطيب فيهم هنا كذلك كان ملاحظة بالنسبة للاخوات اللي تحب ترجع هاد اللغو اللي ترجعوا في الفن باش ياخد تحميره على السطح من جهة اخرى واللي اللاصوس اللي كنت حطيتها الطيب بعد ما يطيب هاداك الشامبينيون ونشوف نتفقد هاداك المرقة نشوف يده راهي ناقصة ولا زيدة هنا المرقة التاعي راهي منيحة راهي خاطرة هنا كنت حضرت هاد الخليط على السلسل بيضاء اللي كنت حطيت فيه ربع مغارف كبار تالاك خيم فخاش اللي استعملتها كانت هادك خيم فخاش تغيلا اضفت معاها سفار تاع الحبة تاع البيض اللي كنت حطيت به خلطتهم منيح وننضيفهم الان لهاد الاسوس بالنسبة لهاد السلسل البيضاء لما نضيفها الاسوس ديالي لازم نضيفها وانا انحرك هاكده باش ميطيب ليش هادك سافار تاع البيض وبهاد الطريقة رايح نتحصل على السلسل كريمية حتكون ثقيلة رايح نرافق بها هاد الطبق نغلق على هاد الاسوس ونخلي هاد بعد ما تغلي خليها تطبخ حوالي زوج دقائق حتة ثلاثة ونطفي عليها الفن نولي الان لذولي تاع البذنجل رايح نقطعه هاكده الى شرائح هاد الطبق يجيب الزاف بخيزنتاب لتقدر تحضره للضيوف لشهر رمضان الكريم اللي راعد على الابواب شوفوا كيفاش يجي شوفوا كيفاش يجي ستخون يجي بنين بل بزاف كما تعرفوا البذنجل يحب بزاف الجبن وكذلك يحب اللحم المفروم يعني حتكون طريقة جديدة لتحضر هاد الطبق ستخوني هاد الطبق جا بزاف بنين جربوه لبنات اكيد اكيد رايح يعجب العائلة ديالكم لاصوس اللي كنت حضرتها كذلك جا تخاطرة وطقيلة كنت زينتها بشوية تاع المعدنوس رايح نسقي كامل هادة دولي تاع البذنجل بلاصوس اللي كنت حضرتها بالنسبة للشامبينيون تقدر تعوضوه كذلك بالزيتون رايح يجيد كذلك بزاف بنين في النهاية لبنات ان شاء الله يجبكم طبق تعانها اليوم وتجربوه وتفرحوا به العائلة تاعكم وطبوروه تاعكم اذا جبتكم لفيديو تعانها اليوم شجعوني بلايك وكذلك تعليق ونقلكم الى اللغاء في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة